سيد محمد أشرت لجوانب الإنمائية والإنسانية لهذه الزيارة. لكن كيف بالإمكان قراءة الأبعاد السياسية لهذا الحضور؟ يجب أن نلاحظ أن مقاربة إدارة رئيس ترمب مع إدارة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نيتنياهو كانت تعمل على فصل القطاع عن الضفة الغربية وعلى تجزئة القضية الفلسطينية وعلى تعزيز الانقسام وإنهاء أي طموح دولاتي للفلسطينيين بالسيادة على أرضهم بالاستقلال. أنا برأي المقاربة الجديدة بإعادة تأكيد الولايات المتحدة والإدارة القادمة في بياناتها على حل الدولتين. ووقف كل ما من شأنه أن يعيق المفاوضات مجلسون لحل الدولتين. يشجع عملية الأطراف كلها على الحديث عن إطار وحدة الموقف الفلسطيني. بالتالي أنا أرى أن هذه الرسالة لكل الإنقساميين الذين غلبوا مصالحهم الحزبية والخاصة على المصلحة الوطنية وحدة الموقف الفلسطيني. أن ينتبهوا أن هذه الرسالة مهمة لهم جميعا. أن الاتحاد الأوروبي والعالم لان يعيد النظر في التمثيل الفلسطيني باتجاه وحدانية هذا التمثيل. وأن عهدا قد ولّى تسعى فيه الإدارة الأمريكية لفصل دويلة غزة أو إمارة غزة عن الموضوع الفلسطيني. وبالتالي تبحث الموضوع الفلسطيني مجزئا. وتبحث بعدين يجزأ المجزئ. وهناك كانت طرحة الحديث عن بلديات. كل بلدية. يعني اتحاد بلديات في الضفة الغربية مقابل ما يجري في قطاع غزة. اليوم أنا برأي إشارة الاتحاد الأوروبي إضافة لإشارات الإدارة الأمريكية القادمة. هي عملية تعزز الفهم وتسلح الوطنيين الفلسطينيين الجادين في كل الطرفين في غزة والضفة الغربية. باتجاه أن يبلوروا الآن أن يتقدموا أكثر في موضوع المصالحة. في أن يطرحوا أفكارا جديدة تساهم في إجبار الولايات المتحدة على التورط على وضع أولوية القضية الفلسطينية. لأنه لا يكفي القبول. سأعطيكم شلة أموال. أبو لحرى شنتة أموال. وبعض الإجراءات الشكلية من نمط القنصرية القدس وواشنطن. هذا لا يكفي. لأن الولايات المتحدة فعلا لديها أولويات أخرى. القضية الفلسطينية وربما الشرق الأوسط برمته ليست الأولوية. هذا الآن الموقف الأوروبي. مع كذلك زيارة أبو مازن لكل القاهرة وعمان. عمليا هو إشارة أن هناك انتباه لابد من ضغط أوروبي وضغط وحواضن عربية. من أجل إجبار الولايات المتحدة. مساعدتها حثها تشجيعها على الدخول أكثر في الموضوع في الصراع الفلسطيني على إسرائيل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر